الذين يلحون في دعواتهم رغم انقطاع الأسباب ورغم أن الظروف من حولهم تقول لهم دوما وأبدا أنتم تطلبون مستحيلا هؤلاء ليسوا ملائكة بل هم بشر ممن خلق الله يحاصرهم المستحيل ويخلقهم الانتظار لكنهم في الوقت ذاته يعرفون ربهم حق معرفته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا عليما بأحوالك بأحزانك بديونك بهمك بغمك بمشاكرك قديرا قدير سبحانه وتعالى على أن يغيرها من الحال التي تحزنك وتؤلمك وتوجهك إلى أحسن حال يسعدك ويفرحك فقط نحن بحاجة إلى أن نرح على ربنا في دعواتنا السلام عليكم